بسم الله الرحمن الرحيم في خطبة الماضية كنت أشدت على منبر رسول الله وأزيت بالكلمات العطرة للمظاهرات التي شهدها المغرب في عشرين مارس فقلت لقد مرت تلك المظاهرات في أجواء سلمية وقلت أيضاً إن الأمن تعامل معها تعاملاً حضارياً وتمنيت ورجوت في الأخير أن تستمر الحالة على هذا النمط في المغرب لتحقيق ما يسمى بالاستفناء المغربي نحن نريد إصلاحاً بدون دماء نحن نريد إصلاحاً يتحقق بالطواعية والطراضي خدمة لمصلحة الأمة جمعاً وما ذلك على الله بعزيز لكن يوم ستة وعشرين مارس يوم السبت المارس حينما اعتصم رجال ونساء التعليم في الرباط يطالبون بمجموعة من المطالب المشروعة إدماجهم في السلم العاشر لأنهم حاصلين على الإجازة فلا يُعقل أن يمتع رجل تعليم أدخل إلى مجال التعليم بغير تكوين بالسلم العاشر بناءً على الإجازة التي عنده ويُحرم منها من تخرج من مدرسة للتكوين ويعمل كان على الحكومة أن تتعامل مع رجاء التعليم ونسائها تعاملاً حضارياً تسمع لهمومهم وتنصط لآهاتهم وتحقق مطالبهم المشروعة هكذا هي ممارسة الدولة التي تقول نحن دولة حق وقانون حوار أن يستمعوا أن يجلسوا هم أبناؤنا هم إخواننا هم آباؤنا هم رجال التعليم يا أخ هم قدوة لأبنائنا يا أخ إذا لم ينصت لرجل التعليم ينصت لمن في هذا البلد ينصت لمن أنا على منبر رسول الله أعبت كثيراً وفي كثير من مرات رجال التعليم على تقصير البعض وليس الكل لكن هذا لا يمنع أبداً أنه رجل تعليم قال رسول الله إنما بعثت معلمة دخل إلى المسجد ورأى حلقاً حلقاً كل حلقة إلا وتقوموا وتتقربوا إلى الله بنوع من القربة هؤلاء يذكرون الله هؤلاء يقرؤون القرآن هؤلاء يتعلمون قال هؤلاء على خير لكن إن شاء الله أعطاهم وإن شاء منعهم وهؤلاء على خير لكن إن شاء الله أعطاهم وإن شاء منعهم ولما وجد من يتعلمون قال وهؤلاء يتعلمون ويعلمون وإنما بعثت معلماً فجلس معهم لا سمعهم الرسول معلم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يطلو عليهم آياته ويعلمهم يزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة الرسول صلى الله عليه وسلم معلم لكن مع الأسف فوجئ هؤلاء بتدخل أمني عنيف أو داب العشرات من الجرحة في رجال التعليم يا الله يا الله وأمام هذا الحدث تجدني أقول إنما وقع لإخواننا رجال التعليم ونساء التعليم يوم السبت 26 مارس هو أولا إساءة بالغة لمغرب ما بعد خطاب 9 مارس فخطاب 9 مارس ينبض بالحياة يقول بلسان الحال أنا استمعت إلى طلباتي وما يريد الشعب من كرامة وحرية واستقلال في الرأي وهؤلاء يسيئون إلى الخطاب هم عصى في عجلة الإصلاح إنها جبهة لا يروقها أن يعيش المغرب الإصلاح إنها مجسوسة تصدر الأوامر للأجهزة الأمنية لكي تفسد أجواء المغرب نحن ضد الفتن نحن ضد هذه النوع من المواجهات بين المغاربة هي إساءة لمغرب ما بعد 9 مارس ثانيا هي إساءة للمواطنين كلهم فلئن اعتدي على كرامة مواطن فكأنما اعتديت على كرامة المغاربة كلهم فنحن المواطنون سواء أمام الدستور وأمام القانون فلن يرفعك أبدا لباسك على المواطن الذي لا لباس رسمي له فلباسه هو انتماؤه للوطن وحبه للبلاد وإنما يتفاوت الناس في الوطن بقدر خدمتهم للوطن وحبهم للوطن وليس كل من يحمل زي رسميا أو يحمل وظيفة رسمية يكون أخدم لوطنه من غيره فهناك من لا يلبسون هذه الألبسة ولا يتمتعون بهذه الألقاب لكن قلبهم ينبض بحب البلاد ويسعون لخدمة أبناء البلاد بالليل والنهار وأنت لا تعرفهم إنما يعرفهم الله ولا يضره شيئاً إن لم يعرفه الناس فقد عرفه الله ثالثاً هي إساءة أيضاً لكل رجال التعليم بل لكل الموظفي رابعاً هي إساءة لتلامذتنا كيف يقف الأستاذ الذي جرح وشج رأسه أن يقف في القسم يدرس أبناء المسلمين فيسألون ما الذي أصابك ومن الذي أصابك في رأسك وجئت إلى القسم معمماً بهذه كيف يكون شعور التلميذ وأستاذه قد ضرب نحن الأستاذ مانعينه يضرب التلميذ ممنوع في القانون والأستاذ يضرب تخيل ما يدخيل يمنع على الأستاذ والمعلم داخل الفصل أن يضرب التلميذ حتى ولو من باب التأديم لأن قال لك التربية الحديثة ترفض أن يضرب التلميذ فماذا يقول الناس حينما يضرب المربي وباش يضرب بليح راوة وفيه في الزنقاء وش كون يشوفوا كل العالم نقل صورته فأفسدت صورة المغرب بعد تسع مارس هذه الحارثة وتناقلتها مواقع الأنترنت تصور هذا وتذيعه على أوسع نطاق أليس في هذا تشويه للمغرب لسمعة المغرب وهو سباق لمجموعة من الإصلاحات جبر الضرر ما يسمى بلجنة المصالحة نحن كنا سباقين فإذا بنا نتراجع فهي أيضا إساعة للآباء الآباء كيف يمكن لأستاذ مقهور قهرته العصى أن يرتضيه الوالد أستاذا لولده سيدنا عمر كان يقول لا تضربوهم فتذلوهم لا تجيعوهم فتهينوهم وكل شكة المطالب حول الفلوس هذا الحادث أيضا يؤشر على أن ثمة عقلية من داخل السلطة لا زالت تتصرف وفق العقلية القديمة أي كأنها لم تعتبر بالأحداث التي تجري على الساحة العربية والإسلامية يا أخي أولاك عالم جديد يولد في العرب عالم الحرية والله لا مستقبل للعصى ولكتم الأنفاس في المستقبل والله صافي الشعور صافي لماذا يصر البعض على أن يعمل بعقلية قديمة مشاء هذا الزمان مشاء كين فهم جديد للسلطة ولو قال أن هناك تراجعات ولكن هذا الشيء مشاء لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله يؤشر هذا الحدث على أن الحكومة الحالية أو جزء منها على الأقل أولويتها هي الأمن ثم الأمن ثم الأمن على التعليم ونحن أولوياتنا التعليم يا أخي التعليم هو أولوية هذه البلدان إذا أرادت أن تقفز فإذا كانت أولويتنا التعليم فعلينا أن نحسن من أوضاعهم المادية لتشجيعهم وعلينا أن نجعل ميزانيات البحث العلمي ميزانيات محترمة لا أن نذهب مع اتجاه تعزيز الأمن وعسكرة المجتمع على حساب مطالب مشروعة لهذه الشريحة المخلصة ثم من جملة ما يؤشر عليه هذا الحدث أنه قبل هذا الحدث كانت مطالبهم مادية بحتة لكن حينما أوذوا أصبح المطلب يتعدى مسألة الخبز والأجرة إلى مطلب آخر وهو رد الاعتبار والكرامة لرجال التعليم وهذه لا ثمن لها هذه لا ثمن لها الآن إذا تم التحاور مع هؤلاء حول تصفية موضوع الخلاف وتحقيق المطلب يمكن أن يتم هذا بسهولة ويسر ولكن جرح العميق هذا المس بالكرامة هذا مطلب آخر هناك أيضا لا إله إلا الله محمد رسول الله يفرض هذا العمل وهذا التصرف على أن يتحمل الجميع مسؤوليته في ماذا يجب على الجميع أن يتحمل مسؤولية في مسألة واحدة وهي أن يكونوا على فطنة مما يراد لهذا البلد يراد له أن يحال بينه وبين التطوير الديمقراطي وتعجيل وتسريع ما يسمى بورش الإصلاح فهذا العمل يصب في خانة تعطيل هذا المشروع فوجب على الجميع أن يفوتوا الفرصة على هؤلاء بالوعي وبأن تصب جهودهم جميعا في هذا الاتجاه أن يتعاونوا لتحقيق هذا الانتقال بطريقة سلمية هذا عن الموضوع الأول الموضوع الثاني هناك منشور من الوزير الأول عمم على الوزارات وعلق على جدران الوزارات يطلب تطبيق سياسة التقشف التقشف بحيث يقضي هذا المرسوم بأن يتم توفير عشرة في المئة من ميزانية التسجير لكل وزارة إلى جانب العشرة في المئة التي يعني قررت من قبل يعني عشرين في المئة ولو تم تطبيق هذا مضمون هذا المنشور لأمكن للمغرب أن يوفر مليار واربعمائة مليون درحم لكن المشكل أن هذا المنشور لا يكتسي صبغة الإلزام وأن الوزراء اختلفوا في التعامل معه فلقد صرح أحدهم بأن هذا المنشور لا يمكن تطبيقه واقترح طرق أخرى المهم قضية التقشف مسألة التقشف في هذا الوقت التي يتحدث عنها عن سياسة التقشف وزارة الداخلية تشتري سيارات فارهة للمرسيدس تقشف ووزارة العدل سيارات بالعشرات بوجمتين وسبعة ومجلس مستشارين سينتقل إلى بناية يكتريها باربعتاشر مليون سنطين ووزير من وزراء الحكومة اكتار سيارة أودي أنا كقريتها ثلت ملاي سنطين في الشهر أما الحديث عن الموظفين الأشباح أشباح جنون ما بينيش فهم بالآلاف هو في أوروبا ويتقاضى أجرا وهذا أمر كانت حكومة سابقة قد تحدثت عنه فلما حرك أحد الوزراء هذه الملف جاءته المكالمات والضغط من كل مكان وطارك دار الوقمان على حالها بدون الحديث عن التقشف في ميزانية التسيير هناك الكثير الكثير من النفقات التي تلفق في غير طائل لف الدنيا ولف الأخيرة كذير هذه واش تحتاج هذه عادل شي مرزو مهرجانات بالملايير بالملايير علاوات بالملايير ليلة وحدة ليلة وحدة في قط غير يمشي مسؤول نحن نحن ندري بحال الأخرين المسؤول الياباني يذهب فيه مهمة الرسمية إلى بلد يكتري غرفة بأقل الأثمان غرفة ويعطى الذي يكفيه فقط ليأكل وراءكم تشوف اليابان وشحال يأكل وإحنا يا ابن عمي 25 ألف درهم بشبة الليلة والماكلة واسمه غادي يدير ما عارف شاسمه غادي يدير ما عارف المدري يبدأ لفريق الوطني 250 مليون في الشهر واسمه غادي يدير واسمه غادي يدير واسمه غادي يدير يكو خسرنا بأنظر يكو خسرنا بأنظر والحمد لله الذي خسرنا بأنظر 250 أبن عمي وميزانية من الشهر والمدارعة الكبار 50 مليون من الميزانية التي فرحنا غادية فنحن غادية نحن هاش جاسم أما قضية ما يسمى بالصفقات يقول مارشيات ربي 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 هذا الأمر لم يعود هذا الأمر الذي نتحدث لم يعد مجهولا كما كان الآن نقرأه الآن كل شيء نقرأه والحمد لله لا نأتي بشيء من عندنا أبدا كل ذلك مدون في الجرائد لذلك الشعب يقرأ ويعي ويعرف لذلك لا يخلكم شوية أنت على الصدق مع هذا الشعب شوية هذا هو الذي جعل هذا الشعب المسكين ينظر هناك فيرى فردوسا وينظر إلى الحفرة التي يوجد فيها فيلاحظ هذه الهوة هو فانسحب من السياسة وكره السياسيين وكره الانتخابات وكره البلدية وكره البلد وصار يذهب إلى مكة ويدعو على البلد بالغرق كيف يشتشي واحد الديد على أبلاد؟ يرمي روحوا في البحر يأكلوا الحود اشتشي واحد هذا البلد يجب أن يسمع المسؤولون هذا أبناءكم فلذات أكبادكم الذين تدعون أنكم تغارون عليهم يلقون بأنفسهم في البحر بحثاً عن كرامة اتفتوا إليهم والله في فتات ما يقذفه المسؤولون الكبار في سلة المهملات لا يكفي ثلث الشعب المغربين ما أحوجنا ما أحوجنا إلى من يحس ما أحوجنا لمن يشعر بآلام المواطن لقد بحّ صوت هذا المواطن وهو يشكو إلى الله أقسم بالله يا البرودية لما يخوى استغفر الله بجم نقول يعني مرضى السرطان يومياً مرضى مصداد الشرايين يومياً يومياً أما المعاناة الاجتماعية الأخرى فحدثوا لا أحد أن أتكلم عن الأمور التي تهدد نفس الإنسان روحاً حياتاً ولا يجد أين يذهب لذلك سياسة التقشف ضرورة وليبدأ هؤلاء بأنفسهم لقد قلت لأحد أعضاء البرلمان يوماً ما وكان من المتدينين قلت لهم بروك عليك زياداً اللي صدقتوا عليها كنتوا من شاء الله كنتوا فقاراء تجيبوا يعطيكم غيز وجود ستمية الحمد لله رازدوا لكم مليون وركوا حتى أنتم يعني البرلمان هو يدير المشروع هو يصوت عليه نزيدو الروح ارفدوا يديهم ما كنتوا نزيدو traditionally يل استط Romans المليون هذا البرلمان هذه المشروع من يمثلنا؟ هذو من يمثل من؟ هذا يمثلني انا؟ هذا يمثلني انا؟ هذا الناس أنت عم صالح يجب أن يصلحوا مين جملة الإصلاح ان يتم حل هذا البرلمان ومجلس المستشارين الذي يكرر العمل هم اهل مصالح ليس الا نعرفهم ونعرف الكثير منهم ها اموال تهضر في لي ما لا طائر من ورائه اخيرا وليس اخرا وخروجا من مواضيع الساعة اختم بهذه الموعظة ترقيقا للقلوب بعد ان سمع الناس وملوا من سماعي مثل هذه الاخبار التي يسمعونها في غير المسجد ايام الفتن وايام الهرج والمرج العبادة فيها كالهجرة الى رسول الله فالمؤمن اليوم حين يكثر القتل واكثر سفك الدم يتوجه الى فتزداد عبادته ويزداد قيامه للليل وتزداد قراءته للقرآن وتزداد مناجته لرب سبحانه هي ايام بالنسبة للمؤمن موسم للصلاح فان الذي يحيي سنتي عند فساد امتي له اجر خمسين شهيدا حتى تعجب الصحابة فسألوه يا رسول الله امنا ام منهم قال بل منكم لانكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون يا الله المؤمن عند الفتن ثابت رابط الجأش لا يتزلزل ولا يهتز فلقد ثبت ان الحسن البصري ايام الفتن لوحظ عليه سكينته ووقاره لم يهتز فقيل له نعجب لهذه السكينة التي تتميز بها عن غيره ما السر وراء ما مراك عليه من سكينة وطمأنينة قال اربعة اشياء الامر الاول علمت ان رزقي لم يأخذه ولن يأخذه احد الفطمأن قلبي فلن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلا وفي السماء رزقكم وما توعدوا اذا لا تلتفت ولا تقلق على رزقك اما الثاني علمت ان عملي لا يقوم به احد فشمرت عن ساعد الجد فرحت اقوب بعملي اذا لم انجز انا عملي فهل انتظر ان ينجزه غيري فراح يقوم بعمله بالواجبات التي فرضت عليها والثالث علمت ان الله يراني فاستحييت ان يراني وانا منكب على معصيته والرابعة علمت ان الموت يطلبني في كل لحظة فاستعددت له بالزاد لكي القى ربه اربعة اردت في هذه الايام ان تسكب السكينة في قلبك فاعلم ان رزقك لن يأخذه احد فاطمئن وان عملك لن يقوم به احد فشمر على ساعد الجد وتنافس مع غيرك في القيام بالواجب وقبل ان تتحدث عن الحق قم بالواجب واما الرابع فاعلم وايقن ان الله تعالى يرمقك ويراك وهو معك اينما كنت يعلم سرك وما تخفي وما تعلن فعليك ان تستحي منه ان يراك وانت عاكف على المعصية والرابعة اعلم ان الموت اقرب الى احدكم من شراكنا عليه ومن عنق راح عالته ولا تأتيكم الا بغته فاستعد لكي تواجه ربك بالعمل الصالح فالله الله 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 رزقنا حياة طيبة ارزقنا موتة مباركة ردنا اليك مردا غير مخزن ولا فاضح استر عوراتنا اللهم استر عوراتنا اللهم هد اروعاتنا اللهم اقضعنا ديننا اللهم اكرمنا ولا تهننا اعطينا ولا تحرمنا كما جمعتنا اليوم في هذا المجمع اجمعنا غدا مع حبيبنا رسول الله اشفي مرضانا ارحم موتانا فك اسرانا وانصر اخوتنا في ليبيا وانصرهم في سوريا وانصرهم في الاردن وانصرهم في كل مكان عليك بالصهايين الملاعين وبجند امريكا الظالمين وعليك بالمستبدين المستكبرين في كل اراضي المسلمين اللهم طحر بلادنا من المستبدين وطحر بلاد المسلمين من المستكبرين يا جبار السماوات والاراضي اللهم يا رب انزل علينا من بركات السماء واخرج لنا من بركات الارض الله اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم لقد جفت ضرعة ويبس الزرعة فإنا نستغفرك فإنك كنت وستبقى غفارة فأرسل السماء علينا مدرارة استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله التي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ونتوب إليه ونعزم على أن لا نعود إلى المعصية جميعا ياكا إن شاء الله اللهم إنا نستغفرك في هذا اليوم ونتوب إليك ونندم على ما فرطنا في جنبك ونعزم وننوي على ألا نعود للمعصية أبدا يا رب فاللهم إنا نستمترك مطرا رحمة اللهم أنزل علينا ماء زلالا مباركة تحيي به الأرض وتدر به الضرع اللهم يا ربي لا تمنعنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم لا تعاملنا بعدلك وعاملنا برحمتك وفضلك اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك فإنك إن أوكلتنا إليها فقد أوكلتنا إلى الضيعة والضيع والبوار والخسار اللهم يا ربي أنصر الإسلام والمسلمين محمد السادس أريه الحق حقا وارزقه اتباعه وأريه الباطل باطل وارزقه اجتنابه اللهم وفقه لصالح العمل ووفقه للعمل الصالح وأيده ببطانة ممن يخافونك ليعينوه على الاستمرار في مشروع الإصلاح بفعالية وسرعة وجدية حتى يلمس الشعب أثرها في القريب العاجل يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك عنها من أراد بالإسلام والمسلمين خيراً أعنه ومن أراد غير ذلك فاشغله في نفسك واجعل تدميره تدبيره يا جبار السماوات والأراضيين من قبل أن ينتشر فساده ويشيع ظلمه صلوا على نبينا كما أمرنا ربنا صلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وصلى الله على جميع إخوانه في الدعوى النبيين والمرسلين اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه من ذنوبكم يغفر لكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأنت يا أخ الإسلام أقمي الصلاة وأستسمحكم على هذه الإطارة